اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتابعونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري على جديد النهاردة من برنامجنا الشعير اكلة امي نهاردة سمك وخليها سمك يوم الاربع من كل اسبوع تعودنا من اول ما بدأنا مع بعض اكلة امي بنعملها سمك ويوم الجمعة بتتعاد بعد الصلاة مباشرة بقناع رغبة السادة المشاهدين اللي بيتابعونا على القناة الاولى والفضايا المصرية طبعا بنخلال السوشيال ميديا بنحس طلبات حضراتكم وبنلبيها مباشرة النهاردة هتعمل لنا ايه سمك كشيف معايا النهاردة السمك البلتي من خير مزارعنا بنصدره للدنيا كلها من الارض الطيبة البلتي بتاعنا بتحس ان فيه عسل كده طعمه زي العسل فانا عايز ادلعه النهاردة واعمله بالدمعة من قلب الريف المصري والسعيد المصري الدمعة لها اصولها ولها تقاليتها ولها التركاية بتاعت الريف المصري تاخد معالاية زيت مع التوم مع معجون طماطم وحب كتير والسمك يقوم فيها بعد كده بس نعومه مقلي ولا نيف ناي التفاصيل دي هنشوفها في الحلقة ان شاء الله معانا جندفل النهاردة هنعمله مع الماكرونة بالكريمة جندفل ليه مشاكل كتيرة مع الشربة الجندفلية لما بتشرب رملة او الصدفة لانه طبعا الجندفل ده من الاشريات زي الكابوريا زي الجنباري بيتعرض للرملة بتاعت البحر فالرملة دي لما بتشارك في طبق الشربة بتقل مزاجنا وبنعرفش العيف فين فهنعالج المشاكل دي وازاي نعمل ماكرونة بالجندفل معانا جنباري النهاردة واخوانا في الاسماعيلية وفي دبياط والناس اللي انا بحبهم هنعمل لهم النهاردة الملوخية بالجنباري وانتو اشتر مني في عميلها انت اللي علمتونا اخوانا في الاسماعيلية صندوق الرجالة والضميطة والاسكندرية ملوخية بالجنباري مشهورة عندهم هنعملها النهاردة مع بعض ونشوف ايه التركاب بتاعت المغازي اللي تخلي طعم الملوخية بتعم الجنباري وتعم الجنباري بتعم الملوخية هنفك اللغز ده ان شاء الله مع بعض من خلال الحلقة ولكن الأكل الحلو ده واللمة الحلوة دي إيه نتوجها بإيه نتوجها بمشروب لطيف حلو اسمها اللاموناتا أو اللاموناتا بالسكر وبالنعناع هنشوف نعملها مع بعض إزاي دي ما بتنضربش في الخلاط بنوعس اللامون نعط عليه نعناع نحط عليه بكعبات تلك ونقدمها على الصفرة بتاعتنا مش هستطول حضراتكم لأنه عندي تفاصيل كتير وبدأت ريحة السمك تهل أوه هتروحوا بها تاوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل يخليها سمك النهاردة ولكن خلونا دايما السمك بيحب إن إحنا نغير من الطعم نغير من الشكل وخاصة اللي هو فيه بولتي وإحنا شطر في عميله فخلونا ندلعه النهاردة ونعمله بالدمعة دمعة حرة دمعة سبايسي نشوف نعملها مع بعض إزاي ولكن للسمك البولتي طعم مميز جدا طعمه بيبقى معسل كده وحاله وخاصة من الخير ما زارعنا بيبقى طعمه لطيف تعالوا نعمله مع بعض النهاردة ونشوف مقاديره على الشاشة بولتي معانا الحباية تعمل تقريبا من 500 إلى 600 جرام لازم يكون البولتي حجم كبير شوية في الأكلة دي أو في التواصفة دي ومعانا توم وصالصة طماطم وزيت حلو الكلام؟ ومعلاقة سكر والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وشطة وكسبرة حلو الكلام؟ مقادير في متناول الجميع ولكن الطعم عندنا وبس تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي؟ بنحضر طاصة كده على النار شديدة الحرارة ومعايا حلة فيها مية معاها كرفس معاها طماطم معاها بصل معاها فصين توم هي دي الشربة بتاعتي موجودة على النار بتغليل حلو الكلام؟ هاخد البولتي ده كده نشيل الراس بتاعته دي أول خطر أنا مش عايز الراس في الأكلة دي بس عشان أرفع الراس أرفحها من غير ايه؟ من غير لحم اه والراس اللي تطلع معايا أحطها في الحلة اللي بتغلي دي كده اه واحدة واحدة مع بعض لأنه عندي ملوخية وعندي شوية شربة للدمع اللي أنا هعملها للسمك ممكن كمان الشربة دي أستفيد بها في حاجات كتير في طبق المكارونا اللي هعمله دلوقت فأنا عندي الروس السمك دي ممكن تكون روس سمك بلتي سمك أروس سمك وقار سمك بوري بحطها في المية كده تغلي وانا شغلية وما تشيليش لحم مع السمك مع الراس يعني اه تيجي عند المفصل ده كده اهو بتسكية كده اهو بتيطعها كده من هنا بتطلع معاك بكل السوقاي ما فيهاش حاجة خالصة حلوه اهو معاك انا بحب الفص السمك اللي بيبقى جنب العين حلو؟ في السمك المالي اهو حلوه اهو زيت ولمون اهو لازم دي تتشال اوه تحط السمك بالاشرة بتاعته او بالصدف بتاعته خلي بالك تعالوا السمك بتقطع بالشكل كده انا من الناس بقى اللي بيحبوا ديل السمكة يظهروا قدامي ليه عم مش شيف عشان السمكة عنوانها ديلها نعرفها زكاة قروس تلاحظي ديل السمك البلتي بيمل الحمار اللون الدم الغزال ده فده يقول بلتي على طول اه يزن عنوان السمكة خياشمها وديلها تقول لك انا قروس تقول لك انا بوري انا بولتي انا لوت انا وقار وهكزا السمكة تقطع بالشكل ده كده جزل يعني من الاخر وانت بتقطعين خلي بالك السكينة ما تمشيش على السلسلة تضغط عليها بالسكينة كده هنمسك السمك ده بعد ما نقطعه نتبله بفصتهم حالو شوية كمون شوية كسبرة شوية شطة يترش دقيق يتحمر في قلب الزيت اللي بيغلع النار وبعد كده يسقط في قلب الدمعة ونشتغل على الدمعة صح الشربة اللي انا عملتها من شوية اللي يبتغلع النار ده الطبيعي السمك ده بيتعمل بالزبدة ولا بالزيت ولا بالسمنة ده بيتعمل بالزيت خليوا بالكم معنا كده السمك جاهز زي الفل تمام هنعمل ايه هنتبله مع بعض واحنا بنتبله نشوف هنتبله ازاي حلوة بنجيب كسرولة ازا دي كده الله ما صلى على النبي حده هيقول لي ينفع نعمل اي نقه سمك بالطريقة دي ممكن اي نقه سمك حابينه ولكن انا حابب اعمل البولت لان البولت بيبقى طعم حلو قوي مع الدمعة واحنا شغالين كده قدي الطم الطازة على الطم ده شوية كسبرة بقولك دلوقتي على تركيه حلوة تخلي الخالطة دي تمسك في السمك ما تسيبوش ايا كان هزاود شوية مية هنا اخده ولا ماشي حلو دايما لما بنعمل تدبيلة للسمك بالله هسابت في الزيت واحنا بنقليه فده ما ينفعش معانا خالص البهرات بتاعتنا شوية شبطة شوية كوركم حلوين شوية كمون دي التدبيلة الحلوة شوية شمر نعمين ملح وفلفل فلفل ملح مش حط حاجة تاجي حلو الكلام بلاش الزعتر بقى في اللي ايه في الدمع دي خلي التم والكسبرة كده دي بقى شخصيتهم حلوة افرق ده بيداية كده كل التوابل دي مع بعضيها التم هنا هو سيد الموقف اهو وانا شغال كده اهو تركز بقى في الحتة اللي جاية التدبيلة اللي انا عاملها دي عايز حضراتكم تركزوا فيها لان هنا في مدرسة بتقول ايه التوابل هي سر نجاح اكلة السمك شمر ناعم كمون كسبرة ملح وفلفل وشطة كل دول مع بعض انا حطيت هنا سنة شبت مفرومة ناعم خلي بالك في الخلطة سنة شبت مفرومة ناعم انا عايز الخلطة دي بي تمسك في السمك اعمل ايه هي ديت ركاية اهو باخد معلات دي صويرة هل زي الفل معلات دي واحدة اهي اهي بس خلاص وعصير الليموني عم مش شيفة ونقلب ده مع بعض ونمسك السمك ده زي الفل اه بس خلاص ناخد بقى الايه السمك بتاعنا شفت المعجون ده اهو اه خلطة هنا مسكة اول ما حطها ببطن السمكة بيش هتفارقها لغاية لما انا كلها ها السؤال جميل جدا الفرق بين الاكلة دي والصيادية ليه سموها صيادية الاول لان الصياد يملك في البحر المية والمركب ستر ربنا الاول طبعا وبصل وتوم وتماطم الصياد يقطع كل ده مع بعضه ويحطه في قلب الحلة والسمكة اللي يصطاده هو ورزقه بقى يحطه في قلب الصيادية اللي عاشت كده سموها صيادية اللي هي ايه امكانيات الصياد اما اللي احنا بنعمله دلوقتي الدمعة الدمعة دي ما فيهاش بصل فيها توم فيها معجون تماطم ما فيهاش توم ما تماطم عصير وفيها شوية شربة حلوين وفيها فليفر وطعم زي شوية حب كده وحنا فيهاش في المطبخ نتناغم مع الاكلة دي كده هناخد السمك الحلو ده كده عم نشيف بالشكل ده كده ونحمره في قلب الزيت تحميرة حلو قوي حلو الكلام بس انا لو نزلته في الزيت كده هيحصل معايا مشكلة ايه المشكلة الخلطة هتسيب مني في قلب الزيت او ما اتعامل معايز زي باخد الشوية الديق دول كده وارو عند الزيت بتاعنا ونبدأ نحمر السمك ده واحنا وقفين معا بعد كده اه الله ما صلى عنك واحدة واحدة كده عشان الزيت هنا شديد الحرارة التحميرة اللي انا هحمرها للزيت للسمك ده كده مش تحميرة كاملة تقريبا نص سوا حلو مهم جدا على فكرة ليه عشيف علشان تكمل سواها مع الدمع عرفنا ايه الفرق من الصيادية والدمع الصيادية بتاخد بصل وتوم وبصل كمان بيبقى بصل صحيح باين يعني متقطع ويبقى تماطم وتوم اه هناخد السمكة كده اه شفت الجو ده كده احنا في النار هنا دلوقتي السمك البلطي يخلي بالك لما تجي تحمري بالطريقة اللي انا شغال بادي كده نبص كده قبل ما نطلع الفصل بتاعنا بعد يزد حضراتكم اه بيتقلبش كتير زي ما انا حطيت كده اه تحميرة دي مهمة اجي اه زيت شديد الحرارة حطيتها في الدقيق ده غير تحمير بلطي هناكله انا هنا بعمل بلد البلطي علشان هيخش على الصيادية او يخش على الدمعة خليونا نقول دمعة معلش المسمك تحت فلازم يتحمر نصف تحميرة كده اه بالشكل ده كده اه اه خليط لعفاصل صغير ونعمل وشي تاني علشان نبدأ نعمل مع بعض التخديعة او الدمعة من السعيد المصري والريف المصري اللي بوجه له تحية كبيرة من مزبيرو او اتروحوا بعيد ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل نشوف مع بعض ازاي نعمل الدمعة على طريقة المغازي اللي انا حطيته في الطرصة دي مع سلزة المصورين حبيبي فورسان التليفزيون المصري معايا زعتر بري كوزبرة ناشفة لزلت بيها قبل التوم بنزل بالتوم شفتوا الطريقة دي كده اهو ده طعم هنا جنان زعتر بري مع التومة مع كوزبرة ناشفة تحميرة دي مهمة اه زي ما انا شغال كده معجون الطماطم الله مصلى على النبي اه كل دول مع بعض يا عشيف اهو ده هنعمل ايه معانا هنا الشربة بتاعتنا اللي احنا عاملينها مسبقا فاكرنا اللي فيها روس السمك اه الصورة الحلوة شعاوة اه اه خلص الكلام تقليبة حلوة صلصة لطيفة دي الدمعة سيبها على النور كده تاخد غلوة تانية التالتة الفليفر والطعم يا ساجده جاء من الزعتر البري والتوم والكوزبرة تعالوا مع بعض الصلصة بتتعامل ازاي انا اهم حاجة ان انا شلت الزعتر بعد ما خاد غلوة في قلبي الصلصة بتاعتي اروع الدنيا كده السمك بتاعي اتحمر واسيب الصلصة دي كده طبعا اللي ااكل من الصلصة دي ممكن يجيله مشاكل مع الكولون نعالج مشكلة الكولون بشوية سكر حلوين مع علاقة قريبا نحط شوية البوهرات بتاعتنا التانين من الكمون والكوزبرة حطينا شوية كمون حلوين شوية شط دي معدية حلوة اوة على فكرة شوية كوركم عاجي عايزة سبايسي كتار الشطر الملح والفلفل بتاعك عاملشي السمك انا جاهز عايزة انا بقى حطه في صلية كده ودخله الفرن وسمعنا طبعا ست الكل من اسكندرية نوجه تحية كبيرة لكل اسكندرانية حبا يبنى لهم طريقة كده في عمالي السمك طبعا يعني رهيبة لان اسكندرانية طباعتهم بيعشاؤوا السمك سايفين الصالصة دي كده اه حطيت معلات سكر شوية فينا القوام ده كده اه اه تاني الدمعة بتاعت اه اه شايفين القوام عامل زي الكريمة اللباني كده اه 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 الصالصة بتاعتي تمامة التركاية اللي انا عملتها حطيت الزيت سخن الزيت نزلت بزعتر بري ما عندي كش الزعتر بري حط شوية زعتر عاديين وحطيت الكزبارة النشفة اتحمرت مع تمامة كل دورة بعضه جاهز على شاتي بجازة بالشكل ده كده اهو شايفين القوام ده كده اهو ولكن السمك اللي بعملو النهاردة عادلوه روزة ابيض لانه عامل ملوخية وعمل مكارونا بالجندفلة عالصفرة الاطفال حابين ياكلوا مكارونا اهلا وسهلا اه افراد الاسرة حابين ياكلوا روزة ابيض مع الملوخية اهلا وسهلا السمك احنا حطناه بعد ما تبلناه قالناه في قلبي الزيت 3 اربع سوا اللي انا حطيته ده نعناع باخد الصرصة الحلوة دي كده وخليها ايه السمك يقوم فيها اه 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 يا دلعك قولوا معي بقى كده بصوت عالي عايز الجيران يسمعوا الصورة الحلوة على شاشة القناة الاولى تتحدث عن نفسها اه ده غير الصيادية اه 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 شايفين الجو ده كده اه 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 وانا شغال اه لازم عنوان السمك يبان ما نزلش بصيدها كتير ما يغرقش السمك في الايه في الدمع اه بالشكل ده كده درجة حرط الفرن عند مية وتمانين نصلي على الحبيب يلا يا فاروق قلبك يتيب هناخد الصينية دي كده زي ما هي اه زي ما هي مش حط عليها حاجة خالص ونحطها هنا فارديت الفرن اه يلا اه بص عليها نظرة الوداع بعد عشر دقايق خمستاشر دقايق حسب حجم السمك هنطلحها التزبيكة هنا جوه الفرن تعالوا مع بعض واحنا شغالين كده نعمل طبق ماكارونا بالجندفلي سريعا كده مع بعض اه معانا جندفلي ومعانا الماكارونا اللي هي شكل الصدف في ماكارونا في السوق كده بسموها ماكارونا صدف بالشكل ده كده ومعانا التوم وبصلة نعمة وشوية كريمة لباني وشوية زبدة طرية معانا زي الفرن ادي المقدير على الشاشة والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها نتكلم عن الجندفلي الجندفلي من الاشريات زي الكاموريا زي الجنبري زي الاستاكوزا دي كلها عيلة الاشريات جوه البحر الجندفلي منه انواع غالي ورخيص عشان تبقوا عارفين اللي معايا النوع ده دوع وسط في جندفلي سعره يتعدى مبالغ كبيرة في بلح البحر يعني يفوكوا طبعا في السعر ولكن اللي ممكن نعمله مع المكارونا اللي معايا ده بيبقى لطيف وحلو ولكن اركز على اللحم اللي جوه الجندفلي اه اللي هي العرايس يعني عشان اخواننا في اسكندرينا اللي بتابعونا وفي السواحل دي اسماء عرايس حالو الكلام اهد شايفين اللحم اللي جوه ده كده تعرفيه طازة ازاي ولا مش طازة لما يكون اللحم جوه الصدفة باللون ده اساس زيت المصورين حبايبي فورسان التليفزيون المصري اه اللحم باللون ده مدي للصفار مدي لللون البرتقاني اه اه بالشكل ده كده ولازم تخسليه بمية وتنطر الرملة منه يعني علشان ميبقاش فيه رملة في الصدفة بتاعتنا تبوز المود وتبوز الشربة وتبوز الوايت سوس بالشكل ده كده تعالوا نعملها مع بعض سريعا معانا اتصال مين من الحبايب شايفين اللي انا بعمله دلوقتي دي شقاوت مطبخ شايت الجندفلي سقطوا على شفتوا الجندفلي قفل ازاي اول ما نزل المية ده حي بقى الجندفلي هاللي تقفل كده اول ما تحطها في المية سبحان الله حي اه جندفلي طازة اه حالو اه بالشكل ده كده تحط على تومة شوية البهارات نزلنا بالكريمة اللباني كل ده مع بعضه هتقولي المصيصة ازبوري على رزقك تاكل الحلوة تاكل العسل كله اهدى علي اه اه شايف القوام ده كزي الفون هعمل ايه بقى لما نقول المطبخ رؤية فن ابداع سلق الماكرونة نص سوا وتكمل سواها مع الخلطة اللي انا عملها بالتأكيد بتدي قوام للسوس او للبيون او للخلطة اللي انا عملها بتاعت الجندفلي وده اللي هيحصل دلوقتي اخدت ازماية كده اه اه الجندفلي انا حلت الماكرونة حلتها في المية اخدت ازماية كده اه اه يلا انزلي كميلي سواك يلا الله مصلى عن نبي اه هناخد بعضينا ونسيب الماكرونة الصدف تعيش مع السلسة الحلوة دي كده تديني القوام اللي انا عايزه مع الكريمة اللباني مع الجندفلي في الاخر بنحط شوية بقى دونس يعني ما نحط شوية ريحان عندك صلسة جميلة جدا معروفة في المطبخ الطالياني اسمها البستوسوس حطيها حسب الرغبة خلنا نطع فاصل صغير ونرجع لأهالي بورسعيد وأهالي اسماعيلية وأهالي دوميات والاسكندرانية والسواحلية طريقة عمل الملوخية بالجنباري وانا عايز كده الناس يكلموني ويقولوني ايه تركاية الحلوة او تروحوا بعيد تامعوني بعض الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل تعالوا نشوفوا مع بعض نعمل ازاي شوية ملوخية بالجنباري واحنا معانا السادة المشاهدين من الاسماعيلية من بورسعيد من دوميات مسكندرية الناس الشطرة اللي بتعلم العالم كله ازاي يعملوا سمك اكلة مصرية لا احد يختلف عليها طيف مكارونا وزاي ما قلت لحضراتكم درست المغازي بتقول ان المكارونا تكمل سواها مع الصلصة التابع عليها ويت سوس ريت سوس بينكي سوس زي ما انت عايزة تاخديها من السلق تكمل سواها شفت القوامل اللي طلع معاي اه 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 شايفك بدأت تظهر الكريمة اللباني بدأت المكارونا تتعرف على الجنباري بتعملها بالسي فود بتعملها بالدجاج بتعملها باللحمة المفرومة اه هسيبها على النار تغلي نشوف مقادير الملوخية بالجنباري نعم المقادير تمام الله عليك طيب تمام زي الفول انا عايزة اخد المكارونا ده اغرفها شايف القوام هو ده كده خلاص زي الفول الصوت ده خلي بالكم صوت الجندفلي بيتخاني مع المكارونا بقول ايه اللي جابني هنا انا افضل اكلة ليه توما وكسبرة وتومة وشوية ملح وشوية فلفل وخلص الكلام واز از جندفلي هنشيل طبعا الحاجات اللي موجودة في المكارونا دي نشيلها بسم الله يا رحمة الله زي الفول خلاص خطي الطعم منها تمام اه السمك السيادية طبعا معنا السمك اللي هو مش السيادية بقى اللي بتدمعها طلعناها من الفرن حطينا عليه ستايز لمون وشوية بقدونس على الوش كده المكارونا بتاعت كمان جاهزة بغرفها في الطبع الحلو ده كده شايفين اهوت مكارونا تمام في الطبع ده تعال نعمل الملوخية مع بعض سريعا طاسة على النار حل بنحط في الطاسة دي شوية زيت صغيري زبدة او زيت حسب الرغبة للملوخية ولكن انا للامانة بحمر التومة الاول كده في شوية زيت بعدين بنزل بمكعب زبدة عليها وانزل بالمية اللي بتغلي على النار ألعب زلزال بيتكلم مصر عندي الملوخية بتاعتي أسقطها كده واسيبها اقلبها براحة بمعلقة كده اكون مجهز الطاشة بتاعتي اللي هي معها الجنباري خلي بالك او الجنباري هنا هيتعامل مع الطاشة مدرسة بتقول كده انت ممكن لكي طرية تانية اهلا وسهلا خلي بالك دايما اقول المطبخ له دستور ولا قاعدة دي ابتكار فن حب سميه زي ما تسميه ولكن انا الملوخية هفكها بالمية المغلية اللي واخدف ليفر وطعم او شربة سمك او شربة جنباري زي ما انت عايزة فكيتها بالشكل ده كده اهو وما سبقاش تغلي كتير على النار انقلها كده اوبا واتعامل مع الجنباري الجنباري الطبيعي بحطله معلقة زيت صغيرة الجنباري بتاعنا هو زي الفل الجنباري لحم بينزل كده اهو الله اهو جنباري حط الكمية اللي انت حباها حسب عدد افراد الاسرة اهو زي الفل جنباري اشجي جبيه اشريه وشيلي ضهره الرملة وحطيه زي ما انت عايزة معانا جنباري كتير خلي بالكوا تجيب الجنباري الصغير الحلو ده الاطفال بيحبوه على فكرة نقلب الجنباري مع الخلطة الحلوة دي كده والملوخية جاهزة عندي البهارات بتاعتنا شوية ملح شوية فلفل شوية كزبارة بلاش الكمون عشان الطعم الملوخية مايهربش مننا اهو الله بادع الجنباري ياخد اللون البرونزي بتاعه طبيعي باهاراتنا هنا زي ما قلت لحضراتكم شوية بابريكا شوية فلفل وشوية ملح والكزبارة الناشفة بتاعتنا اهو تمام زي الفل خلي بالك انت حط ملح عالجنباري ايهو تنسي وتحط ملح عالملوخية ملوخية بريئة ايهو نقلب الخلطة دي كده اهو ونسيب دي على النار لغاية لما كل حاجة تستيوه مع بعض الملوخية جاهزة في انتظار الجنباري على النار كده والاتنين مع بعض تعالوا مع بعض نعمل اللاموناتة بتاعتنا نشوف نعملها مع بعض ازاي بيكون هو سيد السفرة حلو اهو مقادرة على الشاشة حلو اوي اللامون معصور معانا ومعانا تلك حلو اوي في الحاجات دي على فكرة اللاموناتة دي احنا تعلمناها من امهاتنا واهلينا كانش فيه خلاط خلاط ده لسه حاجة حديثة اه احنا لاموناتة نرجع من المدرسة اللي ايها احنا 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 خلي بالك بقى لما تشتغل في اللاموناتة دي ما يكونش معاك بقى بقى بصل ولا اتوم ولا الحاجات دي كلها تلاحظوا ان انا غيرت الجلافز بتاعي والجوانك بتاعي وانا شغل واحدة واحدة كده اهو حلو حط السكر احنا لما صلع النبط حلو احنا نزود السكر اكتر من كده برحتك ادى اللامون معصورة على اليد نشيل دول من هنا معانا لمون شريح بنقطعو طبيعي نعمس الكل لا ماينفعش لمونات بتاخد سكر ما تاخدش عسل خالص بيسألوني في الكنترول نحط بدل السكر عسل نقول صباح العسل هناخد اللمونة بتاعتنا الحلوة دي كده سكينة ما تكونش قطعت سمك قبل كده ولا بصل ولا توم الجنباري على النار انا سايبه خالص هناخد اللمونة كده ناخد التالج بتاعنا الحلوة ده كده شفت التالج النازل ازاي قطع كده هو ده اللموناتها في المحلات الكبيرة بيعملوه دلوقتي اهو بس حصان سلمون على تالج ويحطيلك مشروب غازي مياه غازية يعني انا مش هحط مشروب غازي اهو مياه غازية هحط مياه عادية اهو زي الفن شيل ده كده من هنا اللهم صلى عناك وده مشروب لطيفة هوت طبعا يتقلب بالشالمون بالمعلاء زي ما انتوا عايزوا زي الفل تمام حلوة هوا طبعا عنية حطي نعناع كده على الوش طبعا انا سايب الجنبري يعيش لاني لازم ياخد دلوقتي طشة الايه الملوخية اهو خلي الملوناتها هنا حلوة ما كده الله مصلى عنا اهو حلوة نرجع نشوف الملوخية اخبار هي خلاص خلصت الملوخية معي اهو ننزل بالجنبري بالملوخية عالجنبري اهو شفت الحركة دي تقليبة دي كده نرجع تاني كده خلص الملوخية بالجنبري عالجنبري اهو طريقتي البعض بيحمر التومة ويحطها على الوش انا عامل التومة مع الكسبرة اهو شايفين القوام هنشوفه دلوقتي عشان ما حدش يقولك هي قطعت يلا رفع لنا الملوخية عم تشيف ورنا شطرتك على النار دي كده مهم جدا وانت بتعملي الملوخية تكون مجهزة كل حاجة جنبك خلي بالك ده مطلوب اهو يلا اهو هاد الملوخية مليانة جنبري اهو فيها طعم الجنبري طعم التومة طعم الكسبرة دي تاريتي جربيها وشوفي قولي رايك فيها حبة تومة على الوش هاتي تومة حماريها مع كسبرة وحطها على الوش اه بس في الاخر هتوصلك نفس الطعم اه قطعت لا فرطت لا بس امتى تفرط وامتى تقطع يا عم الشيف الطبيعي لو غطتيها يبس السؤال دايما بنسأله للسادة المشاهدين علشان الملوخية ما تقطعش منك تغطيها ولا ما تغطاش الطبيعي ان احنا ما نغطاش اذا الملوخية بتاعتنا اللهم صلى على النبي يلا صلى على الحبيب قلبك يطيب الملوخية تروى العطشان كلها جنبري شفتوا حضراتكم اه بس زي الفل تمام معي شوية جنبري صعبانين علي بحطهم على الوش مطبخنا النهاردة سمك وخليها سمك النهاردة ولكن بمدرسة المغازي بتقول البساطة والسهولة والمرونة هو ده هدفنا خش المطبخ تصلي على الحبيب عملنا البلتي من خير مزارعنا بالدمعة مدرسة الدمعة معجون الطماطب خد الزعتر البر والتوابل مع التومة عملنا كمان طبق مكرونة للاطفال الحلوين بالجندفل والكريمة عملنا ملوخية بالجنبري ونوجه تحية كبيرة لكل اهال اسماعيلية وبور سعيد وضميات واسكندرية وطنطا وكفر الشيخ وكل محافظات مصر عشان ما حدش يزعل مننا ولكن السواحلية هو ما اشتر حد في عمايل ملوخية بالجنبري وكمان كفتة الجنبري بالرز رؤية فن ابداع نشوفوا كل يوم على شاشة القرارات الاولى والفضايا المصرية منين يا مغازي من ماس بيرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة